موسيقى موسيقى أول شيء نحن نحب نبارك أول شيء المملكة البحرين ملكاً والشعباً بالعيد الوطني والله يدي مع عليهم إن شاء الله الأفراح وأيام حلوة إن شاء الله وإحنا وإياهم يأيين من الكويت واحتفال مع أهلنا وإخواننا طلعنا من بيتنا ويداً بيتنا الثاني إن شاء الله السيارتي مدير 67 يعني عمرها تقريباً حين أكثر من 50 سنة والسيارات كلش مكلفة هذه صيانتها عبالتها كلها إن شاء الله الفريق يقدم خدمات اللي هي نحاول نسوي خصومات حق الصيانة قطع الغيار نعاون أي واحد من هوات السيارات القديمة شوري بقطع الغيار من بره نحاول خصومات في القراجات وصيانة السيارات القديمة صاحب متحف حمد بن ناصر السيارات الكلاسيكية طبعاً المتحف يضم أكثر من 60 سيارة كلاسيكية يعني تبدأ موديلاتها من 1899 إلى 1979 طبعاً حنا جتنا دعوة من الأخوان في البحرين للمشاركة في العيادة الوطنية ولبنا لمدعوة وجينا على الفورد موديل 66 طبعاً نهني الأخوان بالبحرين باليوم الوطني وإن شاء الله نقول كل سنة وكل يوم وكل شهر البحرين بخير وألف خير وأهلها إن شاء الله يا رب وطبعاً المشاركات هذه تتألف تجمع بين أهل السيارات الكلاسيكية نكسب خبرة من بعض أهل السيارات طبعاً في ناس من الكويت وفي ناس من البحرين وفي ناس من السعودية جايين وهذه صارت نقطة تجمع لنا نشكروا الأخوان جميعاً في البحرين على ما قدموا علينا من حصن ضيافة وكل شي قدموا علينا مشكورين الأخوان مشكورين طبعاً الأخوان في جروب البحرين كلاسيك كار يمثلهم محمد العلس ألف شكر يا أخوي بصالح وشكراً للجميع كل واحد عنده هواية ففي ناس يستخدم الهواية للبيزنس وفي ناس يستخدم الهواية للعشق زينا فهنا مخذينها للعشق ما نطمع فيها للبيزنس المشاركات كثيرة والله الحمد بس تنشط المشاركات وقت فترة الشتاء يعني إن شاء الله عندنا بعد كم يوم مشاركة في الجبيل وبعدها إن شاء الله مشاركة في البحرين عفواً في الكويت وإن شاء الله في مشاركة في الدرعية ففي مشاركات كثيرة يعني أملك سيارة بلايموت كودا سبعين عمر السيارة ثمانية وربعين سنة اشتغلت فيها هنا طبعاً اثنى عشر سنات جديد والآن الحمد لله السيارة أخذت جوائز في الكويت والبحرين وبوظبي وجاينا نشارك مع أخواننا في دولة البحرين في مناسبة اليوم الوطني والله موديلها اسم السيارة بلاير الف تسعمية وخمسة وخمسين سوينا السيارة في أمريكا عدنا كل شيء جديد السيارة مكينا غير دي فرانش كل الأشياء اللي فيها كلها جديدة بس خلينا حبينا إيش الطراث القديم يكون موجود والله أنا من النوع اللي أستخدمها يعني بس مش دائماً يعني أيام يعني خاصة أيام الأسبوع الخمس يوم الويكند في حضور ما شاء الله واجد يعني ومحبين الشغلة هذه الإيفنت اليوم الأخير لنا منصة العيد الوطني بتديننا من تاريخ ثلاثة عشر في جامعة البحرين وأربعة عشر هم في جامعة البحرين وخمستعشر كان في الجامعة الملكية للبنات وستعشر كان في أستاذ الوطني واليوم سبعة عشر بنختم إن شاء الله في مجمع الواحل جفير طبعاً الإيفنت سمال طرشنا دعوات حق إخواننا الخليجيين حضار عندنا ما شاء الله الكيو إيت هوت رود من أقوى لأفرقة في الخليج العربي والحمد لله يجان حمد بن ناصر الحاربي عنده متحف كبير في القصيم وكان معان فريق زمان أول من شاقرة هم من السعودية ومعان فريق الهوت الهيدروليك البحريني مختلفة ماشاء الله كثير يعني والجمهور ماشاء الله متفاعل ويا السيارات والله كلها مجهود فردي صراحة وهنا شباب كلها من جيبنا الدعم اللي نحصله دعم معنوي مثلاً الواحة مقصرة وعطونا باركينج مالهم ووفروا لنا إنارة هذا اللي حصلنا الشيء ثاني والله هي يعني ما حصلنا بس عندنا الأخ أكرم مكناص ماشاء الله عنده مجموعة سيارات شارك معاننا في جامعة البحرين والجامعة الملكية واليوم شارك معاننا في مجمع الواحة والله الريال مو مقصروا إياننا صراحة من عندنا إيفنت ما يقصروا إياننا يعطينا أي سيارة نبغيها من عندنا جمهور حضورة قوي ومتلهف حق هالأيام يقولون هننطركم من شتة لشتة ننطر السيارات تطلع تدرينا سيارة الغديمة نحافظ عليها والتخزن تقريباً ست شهور معروف بالخليج يعني الشتة مالنا قصير يعني يمكن ثلاثة شهور فننجهز روحنا من شهر 11 وليه تقريباً شهر ثلاثة والله مشاركاتنا الخارجية نشارك بالكويت فبراير هالي فبراير وعيد التحرير وعيد الوطني الكويتي ونشارك في أبوظبي الكاستوم شو ونشارك في القصيم ونشارك في الدرعية عندنا مشاركات خارجية عندنا الشرقية نروح لها بعد كذا ما هالأيام يجونا تلفونات يجونا رسائل إيميلات وين تجمعاتكم وين 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 الحمد لله اليوم تقريباً جواننا ست سبع سيارات قالوا هنا ننتظر وندوركم وين انت والجامعات ما شاء الله يكلمون تعالوا ونبي عندنا إيفنت نبي يسوون محاضرة نبي يسوي كذا وكذا دروس عن السيارات إن شاء الله هذه الروز رايستر صار نادر في العالم يعني يمكن مو كثير منه نتكلم عن ستة وخمسين ستة وخمسين مو موجود فريق كيو ايت وترود احنا نشارك مملكة بحريم احتفالاتها بعيد الوطني بعيد المملكة وهذه تعتبر مشاركة الخامسة والساتسلي معهم الحمد لله والأمور طيبة هذه السيارة بنتياك فرمولا موديل أف تسعمية أربعة وسبعين موكينتها الانجن مالها 400 رام اير CID مالها ترانزميشن مانيول طبعا هي السيارة سودة عادية بس أنا بسويها نظام الادشين نذهبها شوي كتكحيلة حق السيارة يعني وحبيت حط الصورة مالت أميرنا وملك البحرين عليها وعلم البحرين طبعا وعلم الكويت من الجامعة الخلفية القزاز الخلفية بالنسبة حق المشاركين مو قعد تزيد بشوي لأ تزيد بالكثرة لأنهم ما يلحقوا على هذه السيارات وخاصة شباب هالأيام يعني اللي أعمارهم على 18-19-20 سنة لهم يلحق السيارات أكثر من السيارات الجديدة لأن هذه السيارات تقريبا إذا بتلاحظ أنها أغلبها انقرضت يعني إلا اللي محتفظين فيها أصحابها يعني مثل أنا محتفظ بهذه والشباب اللي حتى في البحرين فيه سيارات يعني ما شاء الله شي خيال عندنا بالكويت سيارات بالسعودية فيه بقطر بالإمارات دول خليج كلها فيها سيارات هذا يعتبر إرث فيه ناس ما تحافظ عليه فيه ناس تحافظ عليه سوالله احنا أول شي نشكر أنا أبي أشكر مملكة البحرين وأهنيهم بالعيد الوطني مالهم نزين وبيأشكر الصراحة الأخ محمد العلاص والأخ محمد المهزع طيب استقبالهم لنا يعني الصراحة ما نحس أننا نحن بالبحرين نحن بالكويت الجهود اللي قعا يسوونها هذه يعني ما شاء الله عليهم الله يعطيهم الصحة والعافية شي جبار والله مشاركتي طبعا حوايتي المواتر كلاسيك حتى من صغير أنا أحب أي سيارات آخذ غديمة وعدل فيهم يعني من صغيرتي يعني تقريبهم ريشة سنوات تعلمت هذه الشغلة أنا أي شي غديمة أرغب له حتى لو آخذ شي يعني واحد مايرغب له وعدل شي كون منظره حلو ويغطني هواية ويغط جسمة ذي دشية الكلاسيك سكار وكان هوايتهم ذي الشي وشجعوني زيادة وبلعكس أنا حافلون يعتنون في السيئيير وحبيت والله لمواصلتي يوم المرسلس طال أمريك هاي طبعا إيابها من أمريكا نزين من 2008 عندي صال حين عشر سنوات ما شاء الله أنا الشخص ثاني اللي مستلم موتر أنا الشخص ثاني ويبت بعد الجمسي عندي 74 أحمد الله مرتاح منها من 2008 صالي عشر سنوات عندي ما قد مرش تكيت من أي مشاكل هذا وحطت الموتر كل شي إلا تشوفت عينكم مرتاح منها ما ندي أي مشكلة منها أيانا حين أول شي طبعا من 1990 في البحرين بايكرس طبعا أنا أقدم من أول أول قروب البحرين بايكرس اللي أسسنا في البحرين حين صارت مشارة القروب هذا وايد أكبر الشيط حوايتي من الخير للدراجات الشيط حوايتي من السيارات كلاسيك بس من الشيط سيارات كلاسيك للشيط بحرين كلاسيك هاي أول قروب الرابع كلهم وحمد الله متواصل إياهم الكويت وأي مشاركة أريش بياهم يعني ممقصرين رئيس الفريق عندنا بصالح يعني منظمين كلهم طيبين ما شاء الله قايم وواجههم الحمد لله كلنا مرتاحين من هذا الشيء الشوفر لي كورفيت موديل 74 ماتشينج نمبر يعني سيارات الكلاسيك كل ما كان القطع اللي فيها أوريجنال ما تبدلت وما حصل فيها تعديل بتكون أقيم وأغلى في السعر ومحافظ عليها كل المكونات أصلية ما بدون أي تعديل ونستخدم القطع الأصلية من جينال موتورز برضو بتسوق السيارة كأنك ركب سيارة في الأربعة وسبعين بتحس بالسيارة نفس الإحساس سيارة كاربريتر ما في كمبيوتر يوجهك وأنت بتسوق السيارة الأداء السيارة أنت المتحكم فيه مش سيارة متحكمة فيك زي صارت الحديث الآن كل شيء بالكمبيوتر لا السيارة أنت المتحكم في السيارة وبتحس بال من أربعين سنة فاته كان كان زي الدنيا والعالم والله طبعا الإفنت وايد ممتاز يعني للأقبال مثل منت شايف أنا طبعا عندي هاي السيارة صار لها فترك ليش بسيطة بها من أمريكا وتاني مخلص الشغال عليها فبيتشاركت في الإفنت وأتشوف أن الإقبال وايد ممتاز الناس يسيلون عنها ويتشوفون ويتشوف ناس مستنسين حوالي الإفنت فالحمد اللي المكان ممتاز طبعا هذي كدلك الدرادو موديل 72 ثاني مالك لها طبعا السيارة ومنشاريها من المالك الأول في أمريكا طبعا المالك الأصلي الله رحمة وفف أخذيتها من الورثة فهاي الموتر يعني طبعا من أقوال سيارات الكلاسيك الموجودة مميزة جدا لتلاحظ أنه ما فيه منها تكرار صغير فيها بروحها وشكلها يعني على الشارع بعد هيبة فسيارة حلوة من المكينة من الانتيرير كل شيء أصلي على السيارة حتى الصبغ صبغها الأصلي ما تم تغيير أي شيء على السيارة طبعا هالهوايا عندي طبعا من تقريبا عاشر وهذه ثالث سيارة عندي قابلها صارت عندي كورفت موديل 73 وقابلها كان عندي بعض سوزوكي موديل 72 فسيارات دائما مميزة يعني مو القصة الساموراي العادية قصة مميزة كانت فهوايا مكلفة بس الحلو فيها أن أنت تملك شيء ناس تحب تشوف وناس تسألك عنه وناس تشوف وانت تمشي في الشارع تعطيك يعني نفس ما تقول ثقة في الشارع وثقة من الناس يعني فهوايا جدا جميلة يعني تعرف على ناس يدد إخواننا اللي مشاركين هنا تعرفنا اليوم على وايد ناس ما شاء الله هوايا يعني نفس ما تقول لك تخليك شوية اجتماعي أكثر وتشوف الناس تطالع تستانس أن تقعد تملك شيء